أكتر واحد علق معاك في حياتك قبل ما نخش على الوات سيد الشحات أكتر واحد يعني في حياتك مرورا مثلا إيه الناس اللي علقوا معاك قوي لأ فيه كتير فيه طبعا كان في الكبير طنط كوسر دي اللي هو حلام عليك يا دكتور ليه كده والحاجات دي وفيه وفيه شحاتة ده كان مع الأستاذ عادل إمام الزعيم طبعا لأ لأ ده فظيع ده بتاع إيه الحلوة إيه ده إيه العرب ده الحلوة دي أكسين بيلا ده كان مدير أيه قولي ده جبتم منيه ده كان عفوا عادي ولا صح؟ بعد الكحة عفوا صح؟ عفوا لأ إن شاء الله ده كان مدير إنتاج معانا في مصرح مصر في تياترو مصر قبل ما نبقى مصرح مصر وكان ييجي وإحنا وقفين في الكواليس بتاع فتلاقيه وقف جنبك كده خلاص أنا داخل في الظلمة تلاقيه وشه كده عام زلال إيه الأفلام القديمة فجر الإسلام والحاجات دي وما كانوا بيجيبوا الناس الظلمة دول وبيقولك أخبار حلوة بالوش ده بيقول أخبار حلوة أكسب الله تبقى رجب تب سيب نركز يعني سيب أسبع بس بدي إنت هتبقى رجب الدادية أصبر وهتشوف أكسب الله هتشوف يعني أنا بش أقول لك يا عم يفضل يكلم الواحد ساعة مثلا تبقى المصرحية خلصت والواحد ما دخلش داخلته يا مهرب يا مهرب بس كان جميل يعني آه بس استفدت خدت اللازمة آه الليدو للعيال في القوضة هو ده كان رهيب كان حلو جد طب وانت صغير كنت بتتأثر بحد تأخذ عينك كده في المدرسين في المواب في المشايات آه كان عندنا طبعا مدرسين كان عندنا مين كان فيه أستاذ إنجليزي كده ليه ماشية وهو بيشرح كده بيتموتني ده وشكله جد قوي بس كان ليه ماشية أكسم بالمال لأ مش طبيعي يعني ليه شو كان فيه أستاذ رياضة عندنا برضو كان رهيب فيه أستاذ برضو كان صوته غريب شوية كده آه اسمه مستر فرج آه كان يقعد يقول A B C D G H F G K A لو بصينا للزمن المدارع البسيط تعال 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 لي هنا تعال متعزنش في قلب الحقيقة كان صوته كده بنازع ده بيطلع فوق كان صوته كان مستر فرج ده رهيب ده والله كان رهيب يعني طب وإنت قعد بتتفرج على مستر فرج ده شايف نفسك في يوم الأيام هتبقى على مصرح أو قدام كاميرا وبتقلده ولا ما كانش عندك فكرة أنك تبقى ممثل لأ أنا كان زمان آه الموضوع بتدى ازاي إن أنا يعني زمان حد عرض علي أعمل أعلانات وأنا صغيرة آه وبعدين حبيت يعني كان نفسي أعمل وروحت قلت لأمي وقالتلي إحنا مش وش الحاجات دي يا محمد وكده وبعدين إيه فدل موضوع جوايا لحاجة بقى جيت دخلت أولا سانوي موضوع صحي تاني في الفصحة دخل المدرسين بيقولوا عايزين نستمثلوا بتاع روحت رايح خدت دور في مصرحية كده كانوا عاملينها وبعدين صحابي أقنعوني نمشي اللي معي عشان ما خدوش دوار فمشيت معي أول ده العزي بقى إنا نقعد بقى نقلت بقى إيه وكان عندنا مدرس كان اسمه أستاذ عبدالوهايب كان بتاع فيزيا ده بس ده كان عنده لازمة كان يقولك إيه قانون نيوتين الأول في الفيزيا القانون ده لازم بيعمل كده بيعمل كده والله العزيم تركزه في